بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك يا رسول الله عن حكم الخامر والخامر كل مسكر وأظهر أفراده المسكر المتخذ من العنب ويسألونك عن حكم الميسر وهو القمار بجميع أنواعه قل يا محمد في جوابهم فيهما إثم كبير يعني وزر عظيم لما فيهما من الفساد الكبير وفيهما منافع للناس منفع اقتصادية وشهوية لأن الخامر تفيد اللذة والطرب واللهو وفي الاتجار بها ثمن وربح والقمار أيضا فيه لذة لللاعب وربح للفائز وإثمهما أكبر من نفعهما لأن الفساد الذي يسببانه في البدن والعقل والمال أكبر من اللذة والربح الذي يحصل بسببهما هذا بالإضافة إلى العقوبة الأخروية التي تصيب الإنسان من شرب الخمر واللعب بالقمار وسائر الشرور والمفاسد أيضا مثل الخمر والميسر لها نفع أيضا لكن ضررها أكثر مثل السرقة التي فيها نفع للسارق لكن إثمها أكبر من نفعها ومثل القاتل اللي قد يكون فيه منافع للقاتل لكن ليس الملاك وجوده نفعا قليل لشخصا أو لبعض الأشخاص بل الملاك ملاحظة المجتمع وما هو أكثر ضررا أو نفعا فما تكون مفاسده أكثر من مصالحه فهو محرم فلذا على العاقل أن لا ينفق أمواله على الخمر والميسر وسائر المحرمات بل عليه أن ينفقها فيما فيه الخير ولذا حين يسألونك يا رسول الله ماذا ينفقون من المال؟ قل في جوابهم أنفق العافو يعني الزائد من المال على النفقة أما ما يحتاجه الإنسان وعائلته من النفقة فلا ينفق وذلك لتقديم واجب النفقة على غيره أما الزيادة على نفقة النفس والأهل فينفق بلا إصراف ولا تقتير بما لا يكون مضرا مو مثل الخمر والميسر اللي الإنفاق فيهما مضر كذلك يبين الله لكم الآيات يعني هكذا يا رسول الله يبين الله تبارك وتعالى لكم الآيات والأدلة المرتبطة بالتشريعات لعلكم تتفكرون يعني لكي تتفكروا في أمر الدنيا وأمر الآخرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم يعني لكي تتفكروا في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة فتؤثرون ما ينفعكم فيهما ولا تقدمون على ما فيه الإثم الكبير فاجمعوا في التفكير بين الدنيا والآخرة حتى تروا جمال الأحكام إذ التفكير في الدنيا فقط يوجب شلل قسم من الأحكام فالذي يفكر في شؤون الدنيا فقط يفكر مع نفسه لماذا ينفق المال وهو بحاجة إليه وبهذا التفكير ينقطع التكافل الاجتماعي كما أن التفكير في الآخرة فقط يوجب شلل قسم آخر من الأحكام فيفكر مثل هذا الفرد أنه لماذا لا ينفق جميع أمواله لتحصيل المزيد من الأجر في الآخرة وهكذا سأر الأحكام فلا يعرف جمالها إلا إذا فكر الإنسان في كلتا الحياتين وعرف المصلحتين ويسألونك عن اليتاما كيف يعاشروه وكيف يتصرفون في أمواله فقد ورد في الأحاديث أنه لما نزلت هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسان ذهب كل من عنده يتيم ليعزل اليتيم في مأكله ومشربه عن نفسه حتى لا يبتلى بماله واشتد ذلك عليهم فسألوا النبي صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية قل يا رسول الله إصلاح لهم خير بتربيتهم وأصلاح شؤونهم وأن يصلح الإنسان أموال اليتيم ويعاشره معاشرة المصلحين بدون أجرة وعوار وهذا خير من عزلهم وطردهم وإن تخالطوهم في إخوانكم يعني وإن تعاشروهم وتخلطوا أموالهم بأموالكم وتتشاركون معهم لكن مع حفظ النسبة والمقدار فهم إخوانكم في الإيمان والأخ يعاشر الأخ بالإصلاح والغبطة وبالتي هي أحسان والله يعلم المفسد من المصلح فالله تبارك وتعالى عارف بنية المخالطين للأيتام وأنهم يريدون بهذه المخالطة الإفساد وأكل مال اليتيم أو الإصلاح والتحفظ على اليتيم حتى يبلغ ويرشد ولو شاء الله لأعنتكم يعني أوقعكم في العنة والمشقة بالنسبة إلى اليتيم بأن يأمركم بمخالطتهم ويوجب عليكم الدقة الكثيرة في أموالهم بأن يوجب الاجتناب عن أموالهم واعتزال أموالكم عن أموالهم بدقة لكن الله تبارك وتعالى يسر عليكم فأمركم بمخالطتهم كمخالطة الأخ فأن في الأمر بإصلاحهم ومخالطتهم كالأخ تسهيل لكم ولهم مع حفظ مصالحهم ومصالحكم وأموالهم وأموالكم فلا هو أمركم باعتزالهم ومجانبتهم ليكون مشقة عليكم وعليهم ولا هو أمركم بالدقة الزائدة بفرز طعامهم ومصرفهم بل أجازة أن تشاركوهم بالنسبة مع حفظ المقدار إجمالا وكل ذلك تسهيل منه تعالى لكم وذلك رحمة بكم فلا تأكل أموالهم فسادا وطمعا وربما المقصود من هذا المقطع هو ترغيب الناس في إصلاح أمر الأيتام فكما أن الله سبحانه سهل عليكم رحمة بكم كذلك عليكم أن ترحموا الأيتام فلا تأكلوا أموالهم فسادا وطمعا إن الله عزيز حكيم فهو عزيز قادر بعزته على إعناتكم وقادر على الانتقام من المفسد لكنه حكيم لا يفعل إلا الصلاح وما تختضيه الحكمة من غير إيقاعكم في المشقة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين